في البلاتو نحكيوا على موضوع إن شاء الله يهمكم الناس الكل إن شاء الله كلكم يلقى الاهتمام اللازم نحكيوا على الاهتمام بين الكوبل كسوسوى أصدقاء وإلا أزواج بو مش نركز أكثر نتصور في الأزواج في العلاقة الزوجية ولكن هذية تتمى الناس اللي ما تابعوا ناش المرة اللي فاتت لحديثنا على الطلاق الصامت صباحك فلو ياسميسا عقبال كل شيء مرحبا بك هيلة حب يا إيناس وصباح الطاقة الجميل في طاقس كيما اليوم وماتش كيما اليوم رومانسية ميلة برشا رومانسية برشا يعشقوا بالحق الطاقس هذية اللي تبدأ مطر نحكيوا على تونس الكبرى في انتظار نعرفه طاقسنا وجونا كيفاش في كامل تراب الجمهورية دون كل يوم مطر صبحنا على مطر وطرقات مبلة محليها من أحلى من نجم الراب رائحة تونس الجميلة بالمطر والطاقة الاهتمام اللي نحكيوا فيها اليوم انت جيتني من الحمامات هيلة حمامات ممطر زي دا تقسم ممطر ممطر وانا جاية وشيخة في الطريق عرفت أنا تعطيني طاقة إيجابية تشحني 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 بالحب تشحني بالحياة تشحني بالتفائل إن شاء الله يا ربي يلا إن شاء الله نتفائل وإن شاء الله أمطار خير ويمن وبركة إن شاء الله طالع خير على تونس وشعب تونس اللي ينتظر اليوم بقلب واحد نستنى وفي نتيجة المباراة اللي بيش تكون الأربعة اليوم طالع شية بين منتخب تونس ومنتخب فرنسا إن شاء الله طالع زين إن شاء الله طالع خير علينا قل يوم نحكيوا على الاهتمام علش الاهتمام كحلقة مهمة وقت اللي يحكينا شوية في الأوف قتلي حتى ما نخلتوش لقدر الله للطلاق الصامت أو الطلاق الفعلي لماذا أحنا منعرفوش قيمة الأشياء الجميلة اللي نملكوها إلا بعد ما نخسروها يعني أحنا فهم خطوات بسيطة جدا بيش نتفدهوا طلاق الصامت اللي بتبيعته مش يقدينا إلى طلاق الواقعي وطلاق الصامت ما يصير إلا مفقدنا الاهتمام يعني الإهمال الإهمال العاطفي خاصة بين الزوج والزوجة وبين الحبيب والحبيبة أو بين الخطيب والخطيبة أو بين كل الزوج متقاربين لبعاظهم هو الاهتمام أنا هنا خليني نساعل معك سبيتة سبيتة خطوة خطوة علش ما اختر نريشه وما اخترتش أنت بالأحرى الحب علش مش الحب شنو الفرق بين الحب وبين الاهتمام الحب وشعلة الحب ما تكون شعلة إلا بالاهتمام أي شيء ما تعطيك جمالها ورونقها وحياتها وما تحب حد إلا ما يهتم بيك يعني الاهتمام هو طريق للحب والأهمام هو قتل للحب في رواية أخرى أنه الحب أنه الاهتمام أقوى أمتن من الحب لا يكملوا بعض منجم مش منقولوا اهتمام بدون حب لأنك من نجمش تعطي حب وما فماش اهتمام وما تنجمش تعطي اهتمام وما فماش حب هم متواصلين وبعضهم هي شحنة طاقية تنمو ببعضها كما نبتع متعطي هاش شمس متعطي هاش ماء متعطي هاش اهتمام تموت كيف كيف حط الحديد نفسه تلاهش بيه يصدق صحيح كذلك المشاعر وزي ما ديما تجديد ديما عن تختيان كما نقوله هذي بالمشاعر نزود نفسنا بنظرة بلمسة بكلمة حلوة بعلاقة جنسية مزيانة بكلمة تخلينا نحن نهار كم مش لازم تليفون 24 ساعة تكلمني لا ممكن كلمة واحدة تخليني شيخا نهار كاما اشكال الاهتمام هيلر شنو ما اشكال الاهتمام وهل يتغير الاهتمام من فترة الى اخرى مثلا واحنا اصدقاء اهتمام موجود متصور في الخطوبة كيف كيف نعم شنو اللي يفرق خلينا ناخذ الخطوبة مثلا وناخذ الفترة اللولانية متع الزواج ومن بعد الزواج وقت اللي يتجاوز عشرة وخمسة شنسة انا شنو رجع كلمي للرجال اولا في فترة الخطوبة تلقاك ملهوف اكل لحفة على الحبيبة كل تحب تسمع صوتها دي ما فهم هدايا دي ما فهم مفاشئات دي ما فهمك تحبوا تقعدوا مبعادكم ماذا بيك تشوفها ماذا بيك تصروا للصباح مبعادكم ومن بعديك تمشي للزواج تولي تنقص كيفاش بالروتين لاننا لم نتعلم كيف نحافظ على المشاعر كيف احنا نوجه مشاعرنا كيف نخليوها تنمو مع يعني روتين الحياة الطبيعي احنا كيفاش يزبنا نفهمه انا احبكي زوجتي واحبك زوجي لكن كيف يستمر هذا الحب هنا قوة الحب وقوة الحب هنا يستمر بالاهتمام طبعا وهذا هو السؤال بش نتوقف عنده دونك اللي فات الكل خليوها لشيرة ما كان كان مدخل الموضوع هذي التحدي الاكبر التوى الحقيقة خلينا نكونوا فاعليين وفراجماتيين والناس تستفيد منها ونمنع قدر الامكان الطلاق الصامت في الاسر اللي ولا يهدد وخطر يهدد عديد الاسر التونسية كيفاش النجم نقوي الاهتمام كيفاش النجم تمظهورات الاهتمام تكون موجودة داخل الكوبل كيفاش النجم اليوم نمتن العلاقة رغم الروتين ورغم مدة زواج 10 و 15 و 20 سنة نعم اللي هنا يلزمنا جلسة تأمل مع رواحنا نقعد وحدنا نقعد ونحط ما فهماش ابجلي من مرتي ما فهماش اهم من زوجي ما فهماش اهم من عائلتي بش تستمر الاسرة هذي البيت هذي كيفاش تقعد فيه الابتسامة نقعد جلسة تأمل نحاسب روحي انا فيش مقصر شنين الحاجات اللي انا بعدت عليها شنين الحاجات اللي يزيمني انا نوفرها لزوجي ولا زوجتي هل انا بعيد وقت يكون في الخدمة هل انا خرجت مع مرتي وحدنا قطر يديك مهمة برشا هل انا موفيها ومززيها حقها لحياءة في الدين حقها في الزواج هذو ما كلك يتوقع مع روحك يتحاسب روحك لحظة صدق مع النفس في لحظة صدق يجيبك الرجل التونسي الزوجة تونسي بش ناخذونا ميداج بطبيعة مختلفة ليهمنا هو الشريحة اللي بش تقول لك والله كنت انا وياها راسور ويس خلينا كفيتنا من الحب زوجنا اثمرنا صغيرات اخطوصنا من وقتها اخطوصنا تلهينا يعني بمعنى وانه الصغير خذو كل الاهتمام هل يجوز هذي يا سعر؟ هذا هو روب من المسؤولي احنا باش نتخلصه ومتعودناش نتحمل المسؤولية لانه هذا نتربى وعلي علش قلنا التربية الايجابية طيب وقت دلي انت تتحمل مسؤولية ذاتك وما تترميش انت صغير المال والبانون زين انت الحياة الدنيا هذن كشامعة في الدقر لكن عندي جامع شامعتي وردتي هي زوجتي نسقيها بكلمة راهي المرأة عشو نقولها الراجل راهي المرأة في بيك تستحق فلوس ايه؟ تحب الهدية المادية غنية ونحب الهدية اما تحب الكلمة تحبك وتقولها مزينك محلم ريتي اليوم محله لون شعرك تلاحظ الحاجة الاختلافة عاملته مش هاكي سمنت او ريحتك بالكوجينة واندرشنو هي تهتم بيك هي تربيه لتفوليدك هي تحضر لك في مكلتك هي تمشي تخدم قري في الصغار يعني وقتها كله شغجيه انت حدد انت اصر قلها اكل اكل الوقت الجمين يكون الرجل او ضرورة يكون شاحن في العلاقة كان نرجعه بالذكرة الاجدادنا هيلة ساعات يبدو ما همش قرين ساعات يبدو ما عندهمش يعني مستوى فكري وعلمي ولكن كانت عندهم هالحنكة وهالحكمة في ادارة الفيديو كوبل في ادارة الكوبل المتاحهم بمعنى تلقى هكي يدخل مثلا يوثني على الميكلة المتاحة من ريحة يقولها يا مرأة محلي يا ريوم ريحة ارضتني ريحة ما بسوي بعاتك يغزله لحرير حاجة هكا من الحاجات نسمحها من النكرر الحب فن والاهتمام فن بابسط الاشياء لانهم تربيوا على الدين شقول المرأة كنز حافظ عليها انثى الكلمة الجميلة تطلحها السبع السنوات والكلمة اللي توجحها حتى رمزية ريتا حتى رمزين انتي كتشجع زوجتك شوف نهار كم يتعدى محلق ريحة كتش عتينا مثلا مسيح اليوم خلينا نخدموا برشة راهوا برشة رجال يعملوه تعنو تن وبرشة رجال يعملوه جهلا وبرشة رجال لانه ما عندهمش تكون ينصحهم يعني في العالم الاوروبي مثلا نلقوا دي كوتش حتى احنا عنا لمحالة كوتش كونجوغال وكل دونكا اليوم هات احنا نخدموا الكوتشينج هذية للزوج اللي يسمع فينا وما يعرف سبحان الله معلومة حلوة حلوة شي يعمل شي نقول لمرته مثلا جميلة جدا معلومة للرجل في بالك سيدي الرجل عندما تحتضن زوجتك اربع مرات في اليوم يبعد عليك السكر يبعد عليك الدب وتصير فيه احسن مود وتكون تبدأ طاقتك المعنوية والنفسية مرتفعة هرمون السعادة يرتفع واحنا نشوفك تعمل هذا كل تقوم على الصباح تضحكي لها في وجهة مش مكاسبر صباح خير بوسة من الجميل نتعلموا نقول لك كل محلوة نتعلموا نحبه ما نحشموه الحب مش حرام عليش وقت اللي نعاقبه نحشمه ونحشمه من الحب ما تحشموش من الحب اعطيه الحب من احلى التمذورات حتى في حضور اشغارنا حتى في ديني حتى في حضور اطفالكم خليوا يتعداولهم رسائل مزينة اليوم انتش بتعلميديات اننا نحب نتوقف عندها برشا رجال يقول لك الدينها صعبة تغليل يعني استرس متاع الحياة ما نيش قادر نشهق ما نلحق نجري على الخبزة يعني والمرأة تحب ننخرجها وتحب وتحب متسمي علينا هيلة هيلة واللي انو المرأة متطلبة اللخ كل المرأة اقهيوة 500 فرانك على البحر تبدللها المودة متاحة ريتك تقعد انت وياها على البحر وتعرف هي ظروفك المرأة ريتها على ظروفك يا ما تحبك كما اقول كواترو في الحيد تعرفك تختم تعرفك تجري تعرفك كيف كيف انت هي جزء من حياتك اليومي هذك حط في بالك ركي تعرفك تاخذها تعرف تاخذ مرتك تعرف كيفش تحكي معه وخاصة كل رجل يعرف نقطة الضعف مرته منتعنتوش على رواحنا الفلوس المادة الصحيح طويقة عندها اهمية كبيرة في ظل طويقة الظروف الاقتصادية السيئة لكن وقتين تقعدوا مبعاظكم يكون كل حوار يجي بمبيناتكم وتفهموا مبعاظكم هي اول واحدة تعاونك المرأة هي باز للأسرة وحنا بس نحكيهم بعض وقت اللي بدأوا الزوز متفرهدين عاطفيا قديش الزوز ينجموا يقودوا السفينة ويواصلوا الرسالة متاحهم تجاه صغارهم حكينا حتى وعى الراجل خيلة كانت ليحة ذملي الراجل هو ايضا يستحق للاهتمام صحيح في دو سنس وإلا من نجموش زادة نحكيه على علاقة سوية شو قلنا راجلك راجلك يعني انتوما جسدين في روح واحدة تعاهدت وقدم ربي في الصراء والضاء تكونوا مبعاظكم في المرض وفي الثاراء يعني اندي كانوا فقير كانوا غني راهوا مع لي كان راجلك بصغيراتك انتي زادة راهو نهار كامل يجري ويشقى ونهار كامل راهو يخمموا أكثر منك انت لأنه الراجل ميوريش تعابيره وميعبرش كما لمرأة يشحن داخله أنه عندك صفة الرجولة منوريش لي أنا ضعيف منوريش لي أنا ظروف المادية مش هي لكن انتي تفهمه تفهمه مدخلة متع داره اضحك له مش مكشبه رهيت حقلتود اه ما جيبش ندرشنه هاك وشي امدح الرجل يحبك تمدح أفعاله والمرأة يحبش يمدحها صفاتها وبسيطين جدا هنا شوية موازنة وشوية واعي مننا نحن أن الحب يتولد عن طريق الاهتمام والنقطة المهمة يزمك طاعة الاهتمام لمن يستحق الاهتمام والاهتمام أنت صاحب الاهتمام إذا كان أنا مثال عطيتك اهتمام وانت ما قدرتش الاهتمام هذي الاخ الاهتمام الذي عطيتك هو ملكي أنا مش واخذته متنهزه والرجل الرجل صعب فقدوا شيء لا يعطيه نعطي روحي الاهتمام نتلهب روحي نشكر روحي ونقول محليني حتى قهوة كما قلت أنت نحطها قدامي ونعمل عليها جو ومش لازم تلبس من السينية في الفريب فما أزين حاجة وتطلع محليك مديةة ليش عائقة هيلة الدليل اسمحولي نحكي على ما غير ما نسمي ولكن نعرف يشكون طبلية شوكولاتة تفرحها ومش بضرورة معناها يكونوا هدايا ثمين نعرف رجل يدخلوا على مرتب قضية نتعى الجمعة يقولها هذي متاعك طب ليش شوكولاتة ليهية نجم معناها مجرد أنه فكر فيها مجرد أنه أسعدها بشيء بسيط فما برشة نساء مدية يعني مش كل برشة نساء مدية تحب حياتها تظهر للناس بش الناس يقولوا شوف سيارتها واو ومنزلها واو لكن فقدار هذيك وقبل بيبها مسكر هي تعيسة فإذا أنك تكون سعيدة روحك مع عائلتك قد يش المهم هذي في علاقة بالموروث متاعنا هيلة لأنه انت قلت جملة زي دا حد توقف عندها فاقدوا شيء لا يعطي البعض بالحق رأوا يعملوا تعنت يعملوا لأنه الحياة غيرت وفما اللي في طبعه ما عندوش الاهتمام ما تربيش قد ينبوهم عندهم هالعاطفة هذية دونك كيفش ينجم هو يعطي رغم أنه فقد هالأشياء هذية والأحاسيس هذية نحن لك ثاني مش نحكيه على جيل طويكة جيل طوي جيل الصورة جيل الانترنت جيل الانستغرام وقت اللي تشوف صورة تشوف امرأة تقول شو شيخة صحة عليها وهي رهي مجرد صورة رهي هذيك لحظات هذيك مهوش حقيقة هذيك كل كذبة ما وراء الصورة فانت حطي يبتسم مصطنع كل شي مصطنع يجب شبابنا تتوي يفهم العلاقة الزوجية مهيش انستغرام مهيش تصوير مش نلحظة فيه سالون دتيما بعضنا اللي رهي أعمق من هكا والدليل لو تسمح نلقاوا برشة زيجات الراو فيهم البذخ والراو فيهم يعني الصور ولا أروع ولا أجمل وبعد ذي كما نسمع وكان بضع أشهر ونسمع بالطلاق بالطلاق لأنها هذا النقص سعى الإنسان اللي عنده نقص في روحه واللي مش مهتم بيروحه واللي معرش قيمة الاهتمام بروحه شي لوزي الاهتمام من الناس شي يسرق الاهتمام من الناس ونقطة مهمة زادة مش نعارج عليها فما برشة نسا تجبد الاهتمام لأنها مرقاتوش مراجلها لأنها مرقاتوش رجلها يقول لها محليك مشيت لصورة بيش يقولولها محليك مرقاتوش يكون ينظر لها نظرة محليه بيش يقولها حتى رجل تسرقها الكلمة من رجل لنقولها تحبت ليستوغي يعني التنجم تكون إيباحية جدا لأنه هناك موت عاطفي جنسي من هذا ردود أفعال نفسية انت هناك دخليني نتفاعل معك هيلة وأجمل ما فيك يا هيلة إنه دخليني نتفاعل معك وانت دخليني معك شكرا لي خلينا نعرجو على حاجة أخرى لأنه الاهتمام احنا عليش قلنا بش نأكد على الاهتمام حتى لنصل للطلاق قد يشرع بعض الرجال لأنفسهم الخيانة بكل أشكالها بدعوة أنه ما يلقاش الاهتمام من زوجته داخل المنزل هل هذا عذر؟ نبدأ من هنا يساعة هذا ما هوش عذر وزيد مش كنا الرجل حتى المرأة حتى المرأة فم رد حتى الخيانة مش لازم تكون جنسية نجم تكون خيانة مرأة بالصورة نجم تكون خيانة لفظية نجم تكون خيانة مصرية خيش بوكية خيش بوكية وتخلى خيش بوكية واسطة ريقرانية واسنابشات وتيك توك وشي اللي نشوفه فيه بالحق هذه مؤشر أنه احنا ماشيين في طريق الأهمل رحوا الأهمل مولد كان الضياء مولد كان توطر العلاقة والانفصال نواصله شوية ندزه شوية الرجل اللي يقول هكا يبرر ولا حتى المرأة اللي تبرر خيانة زوجها لأنه عدم موجود الاهتمام داخل البيت هل كان من الأجدر أنه تعبر والطالب بالاهتمام كما تلقاهش يعني هل أنا ننجم اللوم زوجي ونقول له قبل ما تمشي الفعل الخيانة كان بيودي نسمع أنك أنت تطالبني ووقتها تلومني أكثر كان أنا ما نتجاوبش قد أنا نسهو صحيح نسيح مسألة مهمة لأنني نرى تفاصيل مهمة شوية نجمش نفصل بين الزوج والزوجة لهنا لزمها الزوجة كي قلنا لاحظة تأمل من اللغة بالكل في أول حسا الزوجة وقت نفقده الحوار ما بينتهم شنية الحاجة قلقتها بالوقت يحكيه فيها وهو كيف كيف بالوقت وقتين نخليه كتراكوميت كتراكوميت يولد الانفيجاء ويبعد الزوجة عليها لأنها هي مقصرة زيدي وصاعات تقصب طريقة غير مباشرة اي احنا ليهمنا هو الغير مباشرة صحيح هل لابد أن نعمل هيك السكوس نقله نعبر نقله راه انا مثلا حسروحي عاطفيا فلوستري مظلومة نخليه يعيب هذا يرجكم حقك حقك الجسد متاعه جسدك وجسدك انت جسد متاعه هو مزمنش نبعد لهنا تقوله انا نقصني كذا وكذا وكذا اهتمامك كان مستجابش وقاعد يبعد هذي سبه هو مشكل فيه هنا فم مش حب يعني فم فم أنانية فم شخصيات سامة زيدا نهار نحكيه على الشخصيات السامة اللي تقذي اللي تحب تتلاعب بالمشاهر زيدا او التعلق المفرد هذي نقطة ما هم نحب نعرش عليه اي وحكينا فيه احنا في الأسبوع هذا التعلق المفرد التعلق المفرد مش به لزمنا منتعلقه بحتى حد مهما كان كل شيء متغير ومتحول ومتجدد في الحياة يعني حتى أفكارك حتى نموك انت الجسدي حتى التقس بيدو كل شيء يتبدل نفرمى حتى شيء جامد يا انت تطوره للإيجابي يا انت بش تخليه يمشي للسلبي لهنا لم برر للرجل للخيانة ولم برر للمرأة للخيانة باللي نكونوا زعمة زعمة متمدنين فمش مبارر للخيانة ما فماش علاقة وقفة نحكي معاك يوفى كل شيء من بعديك تعيش حياتك أما مبارر للخيانة لا نقطة ثانية وفرما برش عباد هلا لو تسمح قبل بعد ما المرأة مثلا تقولوا راك ماكش مهتم بيا راني حاسة روحي نحب نعيش عيشها ما خير مش هذا اللي تمنيته راكت بدلت فما رجل تقول له الرجع ويرجع وإحنا هذا اللي همنا صحيح هذا اللي نحب نختم به معاك إنه راهوا الاهتمام النجم مشحنو نجمو نغذيوه نجمو نفقدوه لفترة مثالي ستصير ضوء 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 عادي ولكن النجمو رجعوا الاهتمام ويرجع الكوب الأمتن من الكن بطبيعة هو روتين يتجدد به فما نقطة مهمة يا خيبة المسحة وقت اللي توصل زوجتك في الدار كقطعة من الأثاف كجسد ميت أتمنى الموت إنهم متعيشش الإهمال معاك ولا تعيش معاك الحياة بدون اهتمام هنا يا خيبة المسحة تصورها مرتك قدامك اللي أنت تعبت عليها وشكيت عليها وبعدك تتلقى مبرر بش أنك تنظر لبرة عليش اللي تعطي فيه لبرة لمرأة أخرى ما تعطيش لزوجتك اللي هي أبجد اللي هي مصدر صعادة عائلة كاملة سهيح واللي هي عماد أسرة كاملة والمراكي تبدأ شيخة ومتفرهدة وعاتفيا لقيا رحتها في دارها قديش تنور الدار الكل سهيح واللي تولي محليها وضعتي شأت هي تشحن ولي هي تشحن هم زوز يشحنوا بعضهم أنا اليوم شخليك أنت للمرأة أنا خليني مع الرجل شوي حتى الرجل زادة مظلومة ونحبه ولنكره حتى الرجل سيدتي الكريم يحتاج منك كلمة حلوة يحتاج قبلة عجبين تقوله ربي عينك ربي يحفظك مساج هكية في التليفون حط له هكية وريقة صغيرة في الفست تمتاعه في الكرع بركبين مبعادكم تستنع شوه بش يشد لك يدك شد له أنت يده قلوها كلمة حبك ما تحشموش مبعادكم وراهو كل حضن أربع مرات أنت تبدأ يبانوي وفرحانة وعلى متل الجميل تظهر عليك والأنوثة هو كيف يبدأ هكية فرحان ومشحون وطبع دايه لما راذا كلش نحبه برمبي يلا ابديوا تبقوا يلا ابديوا تبقوا الحب ما وش عيب هيلة كوتش هيلة تقولكم الحب ما شعيب اهتموا ببعادكم رجلها مرتوا في الحليل دونك خليكم اليوم عاطفيين مع تقسنا المزيين هذية يلا ايش يعملوا اليوم معنا مباراة معنا مباراة لك اركش انت ويها الصغار في البيت وتفرجوا بوسا مزيين وحتى مربحتش تحسوا وماتش ياب يلا 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 هيلة محليهم السباحات بالحق لنبدأهم بالحب هذا هو يعني هذا هو حتى في قواعد ديننا الحنيف وفي سنة سيدنا محمد وفي معامل سيدنا محمد سيد الخلق ليزا وجيته نلقاوه هذا الكل نتماعنوا شوية في ديننا زيدا نرجعوا لديننا تلقاوه كل الحلول الغادي نشكرك هيلة يزيومة كشبير يزيومة كشبير وتنقنيق وكهو يلا هنا هاو قضيتهم باش يبداوا يطبقوا مناش ننظروا ورّيونا اللي هو فعل واحتيونا ملاحظاتكم وتجاوبيتكم على الفاجم نشكرك هيلة ان شاء الله معرك اسعد الايام ومهتمة اينا لكل التفاصيل اللي قاعدة كل مرة تذكرنا بيهم يلا هذا محمد جبالي نهديه لكم الكل 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 دون استثناء هذا هدية مننا لكم الكل تفضل